فأحمد مصدر إسرائيلي كان تحدث عن أن إسرائيل أبلغت إيران عبر طرف ثالث بهذا الهجوم قبل حدوثه وطلبت من تهران بعدم الرد هل من تفاصيل إضافية واضحة حول ذلك؟ وهل هناك ما يدعم مثل هذا القول أحمد؟ حتى الآن التفاصيل المتوفرة الشحيحة لكن موقع أكسيوس الأمريكي كذلك موقع والله الإسرائيلي نقلا عن مصدر إسرائيلي قولها أن إسرائيل مررت رسائل إلى إيران يوم الجمعة قبل الهجوم بساعات تخبرها فيه بأنها ستهاجمها هذه الليلة الليلة الماضية وطلبت منها عدم الرد على هذا الهجوم بحسب ما ينقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي فإن إسرائيل لم تبلغ إيران بهدف عيني محدد تنوي هجومها إنما أبلغتها بشكل عام ما الذي تنوي مهاجمته وما الذي لا تنوي مهاجمته بالأحرى أبلغتها الليلة الماضية أو في ساعات ما قبل الليلة الماضية أنها لن تقصف المفاعلات النووية الإيرانية وأنها لن تقصف منشآت الطاقة الإيرانية إنما منشآت أخرى عسكرية وأمنية ربما كان الإبلاغ بهذه الروح إبلاغ عام ليس حول هدف عيني بإبلاغ هذه باستهداف هذه القاعدة أو تلك خلال ساعات لكن حتى الآن لا تزال هذه المعلومات المتوفرة أولية وينقلها موقع والله الإسرائيلي وموقع أكسيوس الأمريكي في مرات اللقب